اشتركوا في القناة نابليون بن بارت بعد هزيمته عندما نوفي في جزيرة القديسة هيلانا قال أنا الوحيد المسؤول عن هزيمتي ليس أحد سوى وبعد هزيمة الكيان الصهيوني في 1973 عقدت لجنة اسمها لجنة الاعتراف جابوا جميع المسؤولين في الكيان الصهيوني وكل واحد فيهم أدل بما قدمته يداه من أسباب الهزيمة اللي وقعت عليهم ودي كانت بداية المصلحة في المجتمع الإسرائيلي وإحنا شايفين دلوقتي إسرائيل خدت بأسباب القوة يعني إحنا نعترف لهم بذلك يعني فالحق أحق أيتبع ولا يجرم أنكم شان قانوا قوما هم خدوا بالأسباب الشاهد من الكلام إحنا للأسف كمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن رجع ولكن إحنا بنيجي عند حتة المراجعة وبنتوقف ما بنحاولش إن إحنا نصلح أفكارنا ما بنحاولش إن إحنا نصحح ما فهمنا مع العلم إن إحنا بندعي إن إحنا حملت لواء الإسلام والتدين للناس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أفسد شيء فعليه إصلاحه وبداية الإصلاح الصحيح خطوتين أول خطوة هي المصارحة كل واحد فينا يعترف بخطأه بسم الله الرحمن الرحيم دي آية آية عظيمة جدا جدا نحن فيما معنى الآية نحن ناخد بالحكمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضلت المؤمن أن وجدها أخذها فالاعتراف بالحق فضيلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان بني إسرائيل اعترف بخطأهم نابليون بنبرت اعترف بخطأه نحن يجب أن نحن يكون فيه في البداية قبل المصلحة هي المصارحة ثم المحاسبة وما ينفعش بأي حال من الأحوال أن يكون فيه واحد مثلا جهل أمر معين وأخطأ فيه ومع ذلك الشخص ده عاد أشياء كتير لأن المرء عدوه ما جهل وانفجأ كل ما يخطأ مرة واثنين وثلاثة ونلتمس له عزر وعزرين وثلاثة بدل ما يحاسب يعني على الأل يحاسب فكريا يطلب العلم يقول أنا أخطأت أن أنا ما كنتش واخد بالي ما كنتش أدري ففي الوقت ده يجب أن نحن نعلمه ولكن للأسف هو ما فيش تواضع أنه هو يتعلم ومع ذلك بنبص لقيه ترقى لأعلى المناصب وكأن أنظمتنا السياسية أو مجتمعاتنا أو البيئة المحيطة بينا بتجعل المخطئ والجاهل في أرفع المناصب طبعا كده الناس ستزداد جهل طالما الجهل ستجيب لها مكاسب أو نجد واحد كان عند راية واعترف فعلا أنه كان فاهم وكان واعي ولكن للأسف نفسك الضعيفة ينفع حد نفسك الضعيفة بعدما يخطئ في حق البلد عند راية وعن علم نيجي ونحطه يتكلم الناس في الدين اللي هو أعظم شيء يكلم الناس في الإصلاح اللي هو أعظم شيء لأن جميع الرسل والأنبياء أتوا بفكرة الإصلاح الشاهد من الكلام نحن في أزمة حقيقية الأزمة دية بتحتم علينا أن ناخد وقفة مع بعضنا مع أنفسنا ونصارح بعض على أساس نقدر نقوم الأوضاع القادمة لأن المستقبل هو الذي أولى بالرعاية كما قال جورج واشنطن شكرا